قرر قاضي محكمة بداية عمان في الأردن محمد التراونة قبل قليل الإفراج عن مجلس نقابة المعلمين بالإضافة إلى معلمين آخرين موقوفين على ذمة قضايا مختلفة ومن أبرز الموقوفين نائب النقيب ناصر النواصرة والناطق الإعلامي باسم النقابة نور الدين نديم وللتعليق على هذا الخبر ينضم إلينا من العاصمة عمان عبر سكايب المحلل السياسي منظر الحوارات مرحبا بك أستاذ منظر يعني ما الذي يعنيه الإفراج عن هؤلاء في هذا الظرف بذات نعم مساء الخير لك ولمشاهديك الكرام هذا يعني أن هناك ثمة انفراجة سياسية في هذا الموضوع الدولة تعد للعام الدراسي الجديد وهذا الإعداد يتطلب تواجد العاملين وهم المعلمين بالدرجة الأولى لا تستطيع أن تبدأ في الأحد القادم عاما دراسيا بدون توفر الأداء الفعلية لبدء العام الدراسي وي المعلمين ربما فتحت هذه الثغرة في جدار التعنت الحكومي وأطلقت سراح المعلمين بعد الكثير من الانتقادات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني حتى أن أهالي أو ذوي الموقوفين خرجوا وعبروا عن غضبهم الشديد من هذه الخطوة التي قامت بها الحكومة وبالتالي باعتقادي أن ذلك قد يسهل بدء العام الدراسي ويخلق انفراجة سياسية الأردن بأمس الحاجة إليها مع هذه الظروف القاسية من كورونا وتداعيات الدولية لعملية الضم ليس بحاجة إلى عملية توتر الوضع الداخلي الأردني أكثر مما هو محتقم بسبب إجراءات كثيرة تتخذ في المرحلة الأخيرة أعتقد أن هذه ستصب في انفراجة على المستوى العام ولكن تبقى القضية كقضية سائرة في المحكمة طيب ما الذي يمكن أن نفهمه يعني الإفراج عن هؤلاء النقابيين ليس بإرادة من الحكومة الأردنية؟ أعتقد أنه تحت الضغط والضغط من كما قلت لك من المؤسسات المجتمع المدني التي كانت فاعلة خلال الأيام الماضية ومنظمات الحقوقية الدولية أيضا كما قلت لك وأعيد ذوي الموقوفين كان لهم موقف خلال الأيام الماضية واضح وصارم أنهم يحملون الحكومة مسؤولية تعلم أن نائب النقيب والناطق الإعلامي كان في المستشفى وكان قبل ذلك مضربين عن الطعام فقد قرر ذوهما تحميل الحكومة مسؤولية فيما لو حصل وفا لهذه العضوين من نقابة المعلمين بالتالي يبدو أن الحكومة أرادت أن تتخلص من عبء احتجازهم وبالتالي قررت إفراج الإطلاق صراحهم أيضا هناك تغييرات على مستوى قمة الهرم السياسي في الأردن ربما ساهمت بانفتاح على هذه القضية للخلاص من هذا العنصر الذي وتر الشارع خلال الفترة الماضية والقى بظلال قاتمة حقيقة على العلاقة ما بين المواطنين والحكومة لأن عملية النقد المتبادل بين الحكومة والمواطنين والمجتمع المدني ازدادت إلى حد ربما وصلت إلى تبادل اتهامات خطيرة لا تشي بالخير يبدو أن العقلاء قد قرأوا هذه التصريحات وفسروها على أن حالة غضب كامل يمكن أن تؤدي إلى إطلاق شرارة احتجاجات المحلل السياسي منظر الحوارات شكرا جزيلا لك